أنا سمر أهلا يا راعد شكرا جزيلا إليك وشكرا لكل ديوتك اللي أعطوك فكرة وأعطونا كمان وأعطو المشاهدين عن هذه الأماكن التاريخية المهمة جدا واستشهد ضيفك الأخير الأستاذ مفلح ببعض الأبيات الشعرية اللي مو غلب في القدم ولكنها تحاكي وتصف هذه المنطقة راعد الرقاد شكرا جزيلا لك ومباشرة إلى موضوعنا القادم اللي رح نحكي فيه عن خطر مواقع التواصل الاجتماعي على أولادنا وخصوصا بمرحلة المراهقة هل هذا الموضوع أي نعم بجوز أن تقولوا هذا الموضوع انطرح كتير وفعلا احنا طرحناه كتير ولكن احنا اليوم رح نحكي عن يعني الأثار الخطرة جدا على المراهقين لأنه زي ما أشار لضيفي الكريم الموضوع قديم ولكن الآن زادت خطورته بشكل كتير كبير رح نتعرف على هذا الموضوع أكثر من الدكتور حسين شرعا وهو أستاذ الإرشاد النفسي في كلية العلوم التربوية في الجامعة الأردنية صباح الخير أهلا نسلم فيك دكتور صباح الخير وصباح الخير للجميع صباح الخير للوطن والشعب الأردني والقيادة الأردنية وإن شاء الله يحفظنا ويحفظ هذا البلد ويبقى الأمان موجود لدينا ويحفظ أولادنا لأنهم أولادنا إذا لم يكونوا محصنين بشتى الوسائل والطرق هذا بنعكس مستقبلا على المجتمع وعلى الوطن لا سمح الله نحن الآن في عالم مفتوح فضاء مفتوح مواقع التواصل الاجتماعي شبكات الإنترنت باختلاف موضوعاتها يريت لو تحكي لنا عن هذا الانفتاح كيف تصف أنت كأستاذ في العلوم التربوية الأثر على أولادنا فيه حقيقة شبكات التواصل الاجتماعي أصبحت الآن واقع نعم ويعني استخدامها بدأ في الخمس سنوات الأخيرة استخدام مكثف جدا لدرجة أنه أصبح يعني شبابنا مراهقين يعتمدون عليها في المعلومة اعتماد مباشر يعني تصوري مثلا من الإحصائيات الموجودة عندنا أنه أربع مليون في الأردن يستخدمون الفيسبوك صوري هذا الرقم هائل جدا وحقيقة المعلومات الموجودة مثلا في الفيسبوك ما كلها صحيحة نعم كثير من المعلومات الحقيقة مخطوئة وغير صحيحة ومضللة وبالتالي هذا لا يعني أنه كل المعلومات بعض المعلومات الحقيقة دقيقة وصحيحة دقيقة ومحكمة وصحيحة شبكات التواصل الاجتماعي هي عبارة عن مواقع وتطبيقات تستند إلى التكنولوجيا بالتأكيد وحدفها وطريقتها هي الحوار والمناقشة والتواصل مع الآخرين وأيضا مواقع تطاعلية سواء بالكلمة أو بالصورة أو بالتسجيل يعني فيها إغراءات كثيرة جدا الحقيقة أدت إلى انتشارها بشكل كبير وسريع صحيح أنه فيها معلومات ويمكن أن نستفيد منها كمعلومات لكن بنفس الوقت الحقيقة ليس كل ما يرد في شبكات التواصل الاجتماعي هو صحيحة وهذه هي القضية الأساسية التي نحن في صداتها حقيقة وخاصة عند أبنائنا التي لم يصلوا بعد إلى مرحلة فيها نضوج من التفكير الميزو ألغت من السميع نعم نضوج في التفكير نعم بصدق أيضا طبعا سر انتشارها الحقيقة التي هي أول شيء سرعتها سرعة الانتقال المعلومة اثنين أن تكلفتها بسيطة جدا ليس هذه التكلفة الحقيقة وبالتالي بمقدور أغلب الناس وتطبيقات موجهنية معظمها وأيضا فيها إثارة وتشويق وهذه هي القضية تعتمد عنصر الإثارة والتشويق في طرح الفكرة في طرح النقاش في طرح الحوار ومن هنا تدخل يعني مدخل بسهولة إلى عقول وخاصة عند الصغار اللي لحد الآن ما وصله إلى مرحلة كافية من الموضج في التفكير أنا بدي أشير هنا لنقطة مهمة حتى نحن على كل المواقع التواصل مثلا بيجيك معلومة طبية البصل مثلا يشفي من السرطان على سبيل المثال وبيبلشوا الناس يتناقلوا هذه المعلومة كحقيقة نهائية يعني أو منتهية إضافة إلى أنه الكل صار يبدأ رأيه يحط رأيه بمواضيع طبية وسياسية واقتصادية الكل مخصص أو غير مخصص والمشكلة هنا والمشكلة أنه حقيقة الناس تأخذ كل ما يكتب كل ما هو موجود كل محتوى أنه هذا صحيح أقول لك والله أنا قرأت على الفيسبوك قرأت على الفيسبوك من هو المصدر حقيقة التي استندت أو الفيسبوك استند عليه يعني هي عبارة عن كلام ليس له سند علمي وعبارة عن كلام نظري حقيقة وفي بعض الأحيان قد يكون هذا الكلام مضر يعني من أخطارها وخاصة الموجهة على المراهقين أنه التلاعب من أفكار غرس أفكار وغسيل دماغ وغسيل دماغ فهي وسيلة أو أصبحت وسائل حقيقة لابن نحكي عن فيسبوك لابن نحكي عن واتساب نحكي عن تويتر وغيرها من طبعا شبكات تواصل اجتماعي كل هذه فيها مواد فيها محتوى في بعض الأحيان يغرس أفكار ويغرس توجهات ويبني شخصية غير سوية في الأصل بالفعل وهذه هي القضية طبعا هذا لا يعني أنه كل شيء موجود يؤدي إلى هذه النتيجة نعم وهنا بدنا نميز يعني بدنا نقول كمان أنه إحنا ما منقدر بهذا العصر وأنت يعني بدي أشوف وجهة نظرك بالموضوع ما منقدر خلاص نقول لا بدكوا تعدوا وما في هاي المواقع ما فيه إنترنت صحيح الحل كيف يبدو لكم كمختصين يعني نعرضهم لهذه الوسائل بالضرورة ولكن ما هي الطريقة المثلة يعني لتعرضهم لها شوفي حقيقة إذا تكلمي عن طرق الوقاية والعلاج نعم أو توجيهها بطريقة سليمة وصحيحة وسأل شبكات تواصل اجتماعي متفقين جميعا على أنه هي مصدر للمعلومة لكن المعلومة الصحيحة نعم والمعلومة التي تستند إلى موقع موثوق مش مجرد كلام حقيقة يقال أو يكتر واحد من ألف ووزحان واحد من ألف وبالتالي يسمع هذا يعني على لسان البول حقيقة نهائية الآن إذا بدي أضع معايير معينة من خلالها أميز أنه والله أنا عندي إشكالية في شبكات التواصل الاجتماعي أو أنا بأستخدمها بشكل طبيعي في معايير الحقيقة أول شيء مدة الاستخدام شيء طبيعي أنه أنا مثلا أستخدم وسائل التواصل الاجتماعي ساعات معينة الآن الدراسات تشير إلى أنه إذا تم استخدامها أكثر من ثلاث ساعات في اليوم في مواقع غير المعلوماتية يعني أنا ممكن ألجأ لوسائل التواصل الاجتماعي قصدي على شبكات التواصل الاجتماعي ألجأ الإنترنت للحصول على معلومة معينة ضرورية بالنسبة لي قد تأخذ مني ساعة أو ساعتين لكن إذا أنا استمريت لأكثر من ثلاث ساعات وفي قضايا غير معلوماتية يعني قضايا غير مفيدة بمعنى آخر أو قضايا غير تعليمية في هذه الحالة هذا مؤشر على أنه هناك حالة مؤشر على أنه هناك حالة من الإشكالية في استخدامها عدم السوية في استخدامها القضية الثانية أو المعيارة الثانية اللي ممكن نحن نلجأ إليه أنه إذا أدت إلى خلل في الآداء يعني على سبيل المثال تحصيلك المدرسي تحصيلك المدرسي أنه والله ماسك الكتاب وماسك التليفون نعم فبقرأ كلمتين ويرجع خمس دقائق للواتس أب أو للسوشال بيديا نعم إذا أدت إلى خلل في الآداء هذا مؤشر حقيقة على أنه هناك عدم سوية في الاستخدام ومرحلة الإدمانية بالضبط هي المرحلة الإدمانية أيضا مرات في يعني بشعر الشخص بخطورتها يقول لنفسه أنه أنا رح أقتصر استخدامها مثلا في اليوم ساعة على سبيل المثال لكن يجد نفسه يستخدمها ثلاث ساعات في اليوم نعم يعني بمعنى يحاول أن يقنن لكنه يفشل هذا مؤشر آخر زي بالضبط اليوم يقللوا سجاير يقللوا سجاير وهذا سلوك إدماني بالضبط أو والله اللي بدون توقف عن تعاطي المخدرات بيقول لك أنا والله اقتصرها على فترة معينة لكنه يفشل في النهاية في تحديد أو تقنين ذلك القضية الأخرى أنه يصير نوع من الاستحواذ الذهني يعني بتلاقي على سبيل المثال طالب في الصف الأول الثانوي مثلا جالس في الصف لكن ذهنيا مشغول في الواتس أب أو في التليفور ومن هنا أنا أريد أن أدخل إلى قضية أنه يجب أن يتم ضبط مثل هذه القضايا يعني الاستخدام ومواقع الاستخدام وماكن الاستخدام بس خليني أكمل القضية الأخرى أيضا اللي هي مؤشر على أنه والله الإنسان في مرحلة الإدمان على شبكات التواصل الاجتماعي طبعا تفضل اللي هي قضية إضافة الاستحواذ الذهني اللي هي قضية الآلام في بعض الأحيان وممكن تؤدي الاستخدام المتواصل الشبكات التواصل الاجتماعي إلى ألام ألام في الإيد في الرقبة في الرقبة في الظهر صداع حمرار العينين كل هذه مؤشرات على أن الشخص حقيقة يعني عماله باستخدم هذه الشبكات بطريقة غير سوية وغير سليمة هذه بعض المؤشرات الأولية التي تشير إلى أن هناك إدمان على شبكات التواصل الاجتماعي وفي هذه الحالة يجب أن يكون هناك تدخل هلأ رح نحكي في التدخل وللأسف الشديد الموضوع هذا كثير صار خطير أنا بأكثر من لقاء مع أكثر من مختص مثلك الدكتور كنت عم بحكي عن مراهقين لجأوا للانتحار بعد ما منعوا من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أو الألعاب الإلكترونية أو غيرها من هذه العوالم هلأ إذن كيف بدنا نمنعهم بطريقة لا تؤثر عليهم هذا اسمه انسحاب إدمان صح عندكم نعم كيف تتعاملوا معه نعم هو سموه التعافي التعافي نعم كيف نعافي الأشخاص من هذا الإدمان الحقيقة في جانب وقائي وفي جانب علاجي خليني أبدأ بالجانب الوقائي وخليني أحكي عن وسائل طبعا في وسائل تحتاج إلى مختصين وناس عندهم معلومات ومهارات في هذا الجانب بس خليني أحكي قضايا يعني ممكن تنفذ في كل بيت من قبل الأسرة وتنفذ في المدرسة أو في كل مكان القضية الأولى الحقيقة وهي القضية وقائية التوعية التوعية بمخاطر شبكات التواصل الاجتماعي مثل ما قلنا في البداية قبل قليل قلنا أنه والله المراهق حقيقة يعتقد أنه كل ما هو موجود في وسائل التواصل الاجتماعي هو صحيح وحقيقة نعم إضافة إلى أنه هي نفسها فيها عناصر التشويق بالفعل بحيث تجذب الشخص للاستمرارية في استخدامها الوعي طبعا هذه القضية الأولى القضية الثانية الحقيقة اللي هي تحديد يعني على سبيل المثال أنه أنا أجي أقول والله إحنا فيها البيت في الأسرة خلينا نحدد يا أخي ساعة الفراغ تبعنا مش كل واحد مننا ماسك تليفونه وجانس لوحده مع عالمه الافتراضي صحيح وبالتالي ما فيه تواصل بيننا خلينا نحدد ساعة معينة نرمي هات تليفونات كلها في مكان معين نجلس نجلس مع بعض نحاور نناقش يعني نطرح قضية معينة نلعب لعبة معينة في البيت وهذا مهم كثير اللي هو إيجاد البديل دكتور أنا أسفني أنه لم يبقى الكثير من الوقت ولكن فيه جدا حديثك دكتور وأكيد يعني يلزمنا حلقات كثيرة أخرى للحديث حول هذا الموضوع هذا الموضوع حقيقي خطير جدا 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 مهم دكتور حسين الشرعاء شكرا جزيلا لوجودك معنا الأستاذ المختص في علم الإرشاد النفسي من الجامعة الأردنية شكرا جزيلا لوجودك معنا شكرا للكم وإحنا بعد فاصل قصير عزائنا رح نرجع